تسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى رفع سعاد الطاقة الشمسية الكهروضوية لتصل إلى نحو 7.5 جيجا واط في أبوظبي بحلول عام 2030 ثم إلى 19 جيجا واط بحلول عام 2037 وتوقع عثمان آل علي رئيس التنفيذ للشركة توقع تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة ونظيفة بحلول 2030 وأوضح أن قائمة محطات الطاقة الشمسية تضم حاليا محطات شمس ونور أبوظبي والضفرة للطاقة الشمسية